اعتزم البرتغال اتخاذ قرار بشأن وقف تسهيلات التأشيرات الذهبية التي تمنحها الحكومة لمشتري العقارات الأجانب الجدد كجزء من جهود الحكومة الرامية إلى أصلاح الوضع المالي العام في البلاد جاءت فكرة التأشير الذهبية عقب إطلاق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقل الدولي في عام 2011 خطة لإنقاذ الاقتصاد البرتغالي الذي كان على حافة الإفلاس أنذاك طبعا جماعة البرتغال بعد إطلاق تلك التأشيرة نحو 7 مليارات يورو مع تخصيص 90% من هذه الأموال لسوق العقارات وفقا لإدارة الهجرة والحدود البرتغالية وتعد التأشيرة الذهبية بمثابة برنامج للحصول على الإقامة عن طريق الاستثمار تتيح للأشخاص خرصة الحصول على الإقامة الدائمة في بلد ما مقابل شراء عقار أو القيام باستثمار كبير أو تبرع يختلف حجمه بين دولة وأخرى وفي عام 2022 دعت المفوضية الأوروبية إلى التوقف عن منح التأشيرات الذهبية وبرامج الجوازات قائلة أنها تنطوي على مخاطر تتعلق بالأمن وغسل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب والفساد وتسلل الجريمة المنظمة ترجمة نانسي قنقر معنا في الستوديو السيد مصطفى عبدالسلام رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة العربي الجديد صباح الخير وسلسة مصطفى إلى أي مدى هذا البرنامج ساعد دول متعثرة اقتصاديا في الدول الأوروبية ومن هي الجنسيات التي استفادت منها يعني أولا عدد محدود من الدول الأوروبية هي من طبقة هذه التأشيرة اليونان على سبيل المثال ملطا إيطاليا البرتغال أسبانيا وهكذا طبعا في بعض الأوقات كانت بريطانيا تطبق هذا النظام لكن حدثت عدة تطورات في السنوات الأخيرة جعلت حتى الدول بعض الدول الأوروبية التي كانت تعتزم قد بيق هذا النظام تراجعت منها على سبيل المثال تدفق المستثمرين الروس على أوروبا للحصول على التأشيرة الزهبية وطبعا الروس بيمتلكون مليارات الدولارات التي تحد الأوروبي تخوف من اختراق الجريمة المالية لأوروبا عن طريق الروس الأموال الروسية أحيانا ما تحمل معها جرائم مالية مثل غسل الأموال الفساد التهرب الضريبي وهكذا أيضا كان هناك مستثمرين من دول القلاق العربية بدأوا يتجهوا إلى أوروبا بشكل كبير جدا للاستثمار بها والإقامة بها والتمتع ببعض المزال التي تتيحها تأشيرة الزهبية مثل الإقامة، العمل، تأسس مشروع، الحصول على إقامة حتى للأسرة الدول الأوروبية جانت مليارات الدولارات في بعض التقديرات بتشير إلى أن هناك هذا البرنامج زائد برنامج الجنسية عمل تدفق على أوروبا في حدود 290 مليار دولار في بعض السنوات هناك بعض الدول الأوروبية الآن بتعاني من عسرة مالية يعني رأينا أزمة الطاقة بشكل كبير جدا أزمة التضخم، قفزات في الأسعار توقف الغاز الروسي عن التدفق لأوروبا وبالتالي رفع كل الأسعار هناك بعض الدول بتسعى لتوسيع هذا البرنامج في حين أن هناك ضغوط شديدة من المفوضية الأوروبية لإلغاء هذا البرنامج بسبب مخاطره الشديدة لكن سيد مصطفى تعلم جيدا موضوع القوانين وموضوع القوانين الصارمة تحديدا بموضوع الأموال في أوروبا إلى أي مدى هي يمكن صارمة جدا أيضا سنشرك معنا في الحديث من برلين محمد الكاشف خبير في شؤون الهجرة سيد محمد أهلا بك معنا صباح الخير نريد أن نسأل عن هذه التأشيرات ما هي الإجراءات المترعة للحصول على هذه التأشيرات تحديدا أو يمكن في أوروبا بشكل أوسع يمكن صباح الخير أولا نحب بس نفرق ما بين أمرين أساسيين الأمر الأول هو التأشيرة الذهبية الجولدين فيزا وجواز الصفر الذهبي الجولدين باسبورت الجولدين باسبورت أو الجواز الصفر الذهبي يمنح الجنسية مباشرة لكبار المستثمرين الأثرياء ويستطعون الحصول على الجنسية الأوروبية بدون المرور بالعقابات القوانين الأخرى من إقامة ومرور عدة سنوات وما إلى ذلك واجب أن يكون تدفق الاستثمارات يفوق يعني بحد أدنى 500 ألف يورو البرنامج بدأ في 2010 طبقته عدة دول كان أبرزهم ملطة وبلغاريا وبرتغال والآن هناك التأشيرة الذهبية وتأشيرة الذهبية هي فيزا تعطي الحق للمستثمرين تبدأ في بعض الدول من 220 ألف يورو للاستثمار في مجالات العقارات والتمويل العقاري محمد عذرا على المقاطعة ما الفرق بينها وبين تأشيرة المستثمر؟ تأشيرة المستثمر هناك تأشيرة المستثمر تختلف باختلاف حجم العمل يعني كمثال في ألمانيا لا يوجد تأشيرة ذهبية ولكن يوجد تأشيرة المستثمر بيتم دراسة المشروع الاقتصادي بيفضل في عدد من سنوات الإقامة متطلب للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية أما التأشيرة الذهبية في بعض الدول كالبرتغال أنت لا تحتاج أكثر من أسبوع في السنة للإقامة دول أخرى مثل مالطة أنت غير مطالب بالإقامة إطلاقا للحصول فيما بعد على الجنسية فتلك من المميزات التي تمنحها التأشيرة الذهبية عوضا عن تأشيرة المستثمر أستاذ مصطفى فيما يتعلق بإنعكاسات نظام التأشيرة الذهبية في الدول الأوروبية اقتصاديا ذكرت بأن هناك استثمار كبير في مجال العقارات كيف أثر ذلك سلبا على سوق العقارات في أوروبا في البرتغال تحديدا وفي بريطانيا التي ألغت هذا النظام لاحقا هو في حالة دخول المستثمر أو الرغب في التأشيرة الذهبية دولة بيزيد الطلب على العقارات نخلي بالنا أن ليست العقارات هي المجال الوحيدة التي يمكن من خلال الحصول على التأشيرة هناك وسائل أخرى للمستثمر منها على سبيل المثال الاستثمار في البرصة وشراء أوراق مالية وشراء أدوات دين مثل الأزون والخزانة التي تطرحها الدول أيضا تأسيس مشروع تجاري وبالتالي هذه الدول تراهن على المستثمر القادم في توفير فرص عمل للشباب أو المواطن هذه الدول في فتح زيادة صدرات عن طريق مشروعاتهم والإقبال على أدوات الدين المختلفة لكن خلينا أقول حضرتك حاجة أن الدول التي تتركز فيها هذه النوعية من التأشيرات ما زالت ضعيفة جدا اقتصاديا وزادت مشاكلها الاقتصادية حتى بعد خروج بريطانيا من قصة البريكزيت ورغبة الكثيرين إلى التحول إلى بريطانيا ثم التدفق أو الحد من التدفق القادم من روسيا روسيا تحديدا أو أوكرانيا وبالتالي البرامج حتى سوى تراجعت من الخارج أو تراجعت حتى من الدول التي تخشى اختراق الجرائم المالية من خلال هؤلاء المستثمرين احنا اهتمامنا عقارات عمورية لكن تحديدا موضوع الاستثمارات الروسية والآن هناك تدفق للأوكرانيين ولكن أيضا هناك استثمارات صينية صحيح هناك توجه صيني تحديدا في بريطانيا من هونكونج أيضا بس الاستثمار الصيني غير مخيف للأوروبيين لكن مخيف للأمريكان نفسهم يعني الأمريكان بيخشوا من الاستثمار الأوروبي لأنه هو استثمار أقرب ما تكون الاستثمار خبيث يعني هو لا يرفع أي شعارات سياسية لا يرفع أي شعارات أيدولوجية هو يريد التملك والاستحواز بشكل كبير جدا وده الولايات المتحدة بتعتبر بعض الاستثمارات الصينية هو نوع من الاعتداء أو تهديد للأمن القومي كما يحدث فيه المواني وهكذا يعني وبالتالي البرامج حتى برامج التأشيرة حتى بدأت تتوسع عربيا يعني رأينا الإمارات بتتوسع فيها بشكل كبير البحرين الآن بتدرس هذه المسألة لأنها بتعاني من أزمة مالية حادة هناك دول كثيرة بتقبل على هذه الموضوع وأنا أتوقع أن دول الاتحاد الأوروبية حتى رغم الضغوط المفاوضية الأوروبية في ظل الأزمة الحادة التي تواجه الاتحاد الأوروبي الآن تقبل على هذا النوع أو تمنح تسهيلات هذه خلال الفترة المقبلة طيب يعني موضوع المخاوف نسأل محمد من برلين محمد لماذا هناك تخوفات من موضوع هذه التأشيرة؟ ما هي هذه المخاوف؟ ذكرنا أيضا بأن هناك بعض الدول ألغت هذه التأشيرة لماذا؟ بالفعل هو بعض المخاوف المترتبة يعني هي أكثر الحديث عن مخاوف الحصول على الجنسية مباشرة عن طريق الباسبور الزهبي وذلك لأن كما ذكر دكتور مصطفى أن أكبر الجنسيات التي تحصل على الباسبور الزهبي كانت الجنسية الروسية وهذا مخيف خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية مما حذى ببعض الدول في فبراير 2022 بعد إعلان الحرب الأوكرانية على تجميد إعطاء الباسبور الزهبي للجنسية الروسية تحديدا بريطانيا من وقت بريكزيت ومن قرار بريكزيت والانفصال عن الاتحاد الأوروبي وهناك الكثير من التعديلات في القوانين الخاصة بالجنسية والمتعلقة بالهجرة منها قانون التأشيرات والجنسيات الذهبية أيرلندا كذلك أوقفت البرنامج الخاص بها بمنح الباسبور الزهبي وبعض التجديدات في التأشير الذهبية البرتغال على وشك التفكير كذلك في إيقاف العمل بالنظامين إذا كان الباسبور أو التأشيرة وذلك لتضرر سوق العقارات والسوق المالي الخوف من التهرب الضريبي بعض الدول كإيطاليا وسويسرا شددت الإقراءات أكثر ما زالت مالطا واليونان والألبانيا والليتوانيا هناك بعض التسهيلات للمستثمرين بالزدف بخصوص التأشير الذهبية وهناك بعض كتلة الدول الاتحاد الأوروبي الغربية كألمانيا وهولندا وفنلندا لديهم قوانين وطنية بديلة لذلك النظام لذلك هم مجموعة الدول التي تدفع المفاوضية الأوروبية وتساند الاتحاد الأوروبي للعمل بإلغاء مثل هذا النظام الذي استمر الآن لما يقرب من 12 عام بعض المخاوف كذلك بجانب التهرب الضريبي هي مخاوف أمنية لأن أحد الشروط اللازمة للحصول على تلك الفيزة هو عدم وجود سجل جنائي أو أن يكون سجل جنائي نظيف في بعض الحالات باستثناءات وجدت بعض الشبهات على بعض المستثمرين مما انحصلوا على تلك الميزة وهذا يسبب مخاوف كبيرة للاتحاد الأوروبي أمنيا في ظل وضع الحرب الروسية الأوكرانية التهديد الاقتصادي وما إلى ذلك حتى كذلك موجات الهجرة من دول الشرق الأوسط لأن هناك كثير من الأسرياء العرب في دول الخريج أو حتى في دول الربيع العربي في تهديد مجتمعي أيضا يحاولون الاستثمار بشكل كبير لكن تبقى هناك بعض الدول تمنح هذه الفيز والجوازات وحتى التأشيرات مساعدة مالية كما ذكرنا أشكرك جزيلا شكر من صفا عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العربي الجديد شكرا جزيلا لك وأيضا طبعا شكر موصول محمد الكاشف من برلين خبير في شؤون الهجرة شكرا جزيلا لك